تعد المنتجات البترولية أهم مكونات تعزيز الإنتاج والصناعات الحيوية وغيرها ويتحكم في أسعار المنتجات البترولية مبدأ العرض والطلب بالسوق العالمي فضلاً عن الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية عملية تنموية ضخمة تنخرط فيها مصر لتعزيز مكتسباتها الاقتصادية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي الكلي إلا أن الظروف والأزمات الدولية تلعب دوراً كبيراً في إطار تحديد أسعار بيع المنتجات لا سيما في حال استيرادها من الخارج وفي وقت يعد فيه الدعم من القضايا الاقتصادية الهامة فإن استمرار هذا الدعم يلعب دوراً سلبياً في قدرة قطاع الطاقة والنفط على النمو كما تلعب الأزمات والمتغيرات الدولية دوراً أكبر يؤدي إلى مضعفة أسعار التكلفة للمنتجات البترولية من البنزين والسولار وبالتالي ارتفاع فطورة دعم المنتجات البترولية بشكل كبير للغاية ومع اتجاه مختلف الدول لتعزيز قطاعاتها الانتاجية في شتى المجالات وتوجه عدد من الدول الكبرى نحو بناء احتياطات استراتيجية كبيرة تساعدها في تخطي أي أزمات طارئة ترتفع أسعار مصادر الطاقة عالمياً وفي مقدمتها النفط والغاز وبينما يسهم ارتفاع أسعار النفط الخام في تعزيز مكاسب عدد من الدول المنتجة يتسبب في ضغوط على دول أخرى وهي التي تعتمد على الاستراد لتوفير الوقود والمنتجات البترولية لأسواقها المحلية ترجمة نانسي قنقر